بعد أن سجلت المرأة الجزائرية حضوراً قوياً في البرلمان والحكومة ها هو حضورها لم يعد مقتصراً على المشهد السياسي فقط لأنها أصبحت تترك بصمتها في شتى المجالات الحيوية كما يشهد لها تاريخها السياسي بأنها كانت قاهرة جنرالات فرنسا تظهر المرأة بوجه جديد كحارس شخصي ورغم أن الدستير والقوانين الجزائرية لا تعارض وجودها في مواقع صنع القرار أو المهمات الخطيرة إلا أنه من الناحية التطبيقية تواجهها ظروف مجتمعية لا تتقبلها بهذا الشكل وتفضل سلطات الجزائرية انتداب حارسات شخصيات في كل فرق الحراسة المخصصة للوزيرات أو الشخصيات النسوية الرسمية كما تقوم بالأمر نفسه حين يتعلق الأمر بضيفات أجنبيات يزرن الجزائر فعندما زارت الفنانة ماجدة الرومي الجزائر قبل سنوات خصتها السلطات الجزائرية بحارسة شخصية كانت تعمل حينها مع الوزيرة نوارة جعفر كما تلازم منذ سنوات حارسة خاصة السيدة لويزة حنون رئيسة حزب العمال في الجسائر كما نشاهد اليوم حارسات لوزيرة التربية نوريا بن غبريط وكذا وزيرة الثقافة نادية العبيدي وهو ما يشهد على الحضور النسوي في جهاز الأمن الجزائري المعروف أن الجزائر تحتل الريادة على المستوى العربي من حيث التحاق النساء بجهاز الشرطة حيث كانت أول امرأة طيارة في القطر العربي جزائرية كما تقلدت فاطمة الزهراء أرجوان أول امرأة جزائرية رتبة جنرال سنة 2009